موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناتي التعليمية سنتتعرف في هذا الفيديو ان شاء الله على شروط ترشيح المباركة الأمن الوطني لهذه السنة إذا بالنسبة للشروط ترشيح لحراس الأمن لا يقل سن المترشي عن 21 سنة ولا يتجاوز سنه 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباركة أن يتوفر على قامة متر وثلاثة وسبعون سنتمتر على الأقل بالنسبة للذكور ومتر وسبعة وستون بالنسبة للإينات يعني بالنسبة للذكور يتوفر على قامة لا تقل على متر وثلاثة وسبعون وبنسبة للإينات متر وسبعة وستين شهادة الباكالورية او شهادة معترفة بمعادلتها لها يعني شهادة الباكالورية أولا شهادة معترفة بمعادلتها للباكالورية بالنسبة للضباط الأمن اللي يقيل لسن المترشحة 21 سنة ولا يتجوز 30 سنة أن يتوفر على قامة مترو 73 بالنسبة للذكر و بالنسبة للإينات مترو 67 أن يكون حاصلا على ديبلوم الدراسات الجامعية العامة أو ديبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية أو شهادة تقني العالي المسلمة من إحدى الثانوية هيلية ومؤسسات تكوين المؤهلة لتحضير شهادة تقني العالي طبقا للنصوص التنظيمية أو ديبلوم تقني المتخصص المسلمة من إحدى مؤسسات تكوين المهاني إذن هدو هما شروط جلد ضباط الأمن الآن هم تعرفوا على مفتي الشرطة إذن سن دائما أن لا يقل 21 سنة وأن لا يتجاوز 30 سنة بالنسبة للقامة بالنسبة للذكر مترو 70 و بالنسبة للإينات مترو 67 بالنسبة للشروط جلد الشهادة هو استفاء فصلين على الأقل من الدراسات الجامعية العامة أو الدراسات الجامعية المهانية أو ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية بالنسبة للعمداء الشرطة أن لا يقل سنه عن 21 سنة وأن لا يتجاوز 35 سنة أن يتوفر على قامة مترو 70 بالنسبة للذكر و مترو 67 بالنسبة للإينات بالنسبة للشهادة المحصل عليها الشهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية المسلمة من طرف كليات العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية بالنسبة للضباط الشرطة السن دائما أن لا يقل عن 21 سنة وأن لا يتجاوز 30 سنة أن يتوفر على قامة مترو 70 بالنسبة للذكر و مترو 67 بالنسبة للإينات بالنسبة للشهادة المحصل عليها ديبلوم الدراسات الجامعية العامة أو ديبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلهما أو شهادة تقني العالي المسلمة من إحدى الثانويات التأهيلية ومؤسسة كوين المؤهلة لتحضير شهادة تقني العالي وبالتوفيق للجميع إن شاء الله